جولات خارجية لحركة طالبان تثير حفيظة الحكومة الأفغانية موسكو استقبلت وفدا من الحركة في ظل اتهامات واشنطن لروسيا بدفع مكافآت مالية لحركة طالبان مقابل كل قتيل من القوات الأمريكية وهو ما تنفيه موسكو وفد طالبان إلى روسيا سبقه آخر إلى إيران في زيارة وصفت بالتحريضية فقد خرجت تصريحات للأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني عقب لقائه قادة الحركة في طهران شمخاني ذكر أن طالبان مصممة على محاربة الولايات المتحدة وأضاف أن واشنطن تهدف إلى عرقلة السلام عن طريق مفاوضات استعراضية حسب قوله هذا الدعم والتنسيق مع طالبان أعلنه سابقا وزير الخارجية جواد ضريف بالرغم من تصنيف الحركة إرهابية من قبل طهران فضريف لم يخفي في لقاء صحفي قريب عن وجود تعاون وتنسيق أمني معها بل وأقر بتردد قيادتها على إيران مبررا ذلك بأنها علاقة تهدف إلى ضمان الحدود الإيرانية الأفغانية المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني مولوي رحمة الله قال في تسجيل مصور إن حركة طالبان منشغلة بالرحلات الخارجية بدلا من المشاركة في المفاوضات بين الأفغان مضيفا أنها قالقة من مراجعة الإدارة الأمريكية الجديدة للاتفاق الموقع بينهما في فبراير الماضي حسب اتصال هاتفي أجره مستشار الأمن القومي الأمريكي بنظيره الأفغاني على سرحان العربية